معارك عنيفة وقصف لا يبقي ولا يذر هذا ما اتبعته قوات النظام السوري وروسيا في مدينة خانشيخون جنوبية محافظة إدلب للسيطرة عليها أوقعت تلك المعارك بين قوات المعارضة وقوات النظام مدعومة بميليشيات إيرانية وقوات روسية خاصة عدداً كبيراً من القتلى والجرحى بين الطرفين تمكن النظام بعدها من السيطرة على خانشيخون مصادر ميدانية قالت إن المعارضة أجبرت على الانسحاب من المدينة تحت وضأة قصف لم يسبق له مثيل بالأسلحة المختلفة وأبرزها الفوسفور الأبيض المحرم دولياً من جهتها أعلنت المعارضة انسحابها من خانشيخون وإعادة تمركز قواتها في ريف حماس شمالي نتيجة سياسة الأرض المحروقة التي استخدمتها قوات النظام وروسيا المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن مدينة خانشيخون باتت شبه خالية من السكان بعد توغل قوات النظام فيها من جانبه استنكر الاتلاف السوري والمعارض صمت المجتمع الدولي حيال استمرار العملية العسكرية التي يشنغ النظام السوري على محافظة إدلب والتي نتج عنها نزح مئات الآلاف من المدنيين وقالت نعبة رئيس الاتلاف ديماموسة إن المجتمع الدولي أثبت أنه لا يريد أن يسمع أو يرى ما يحصل في سوريا وأنه مصاب بشلل كامل بحسب تعبيرها وعلى الرغم من سيطرة قوات النظام على خانشيخون يرى مراقبون أنه من المبكر الحديث عن مستقبل المنطقة وأن قوات المعارضة يمكن أن تستجمع قواها وتنفذ هجمات معاكسة من شأنها تغيير المعادلة